بتيسير أسباب المعصية لهم ومنه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فأنت ذاهب للحج كل اللي معك مثلا ألف ريال مرتبها للسكن جزء للهدايا جزء للأكل جزء للتنقلات جزء مرتبها تكفي الألف ريال للريح لا تفيد مئة ريال ولا شيء لكن بعد أن أهللت وقلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة أو لبيك حجا لاحلك في الأفق حمار وحشي عظيم والحمار الوحشية حلال أكلها يمكنك أن ترميه أن ترميه بسهم تسقطه تبيعه بعشرة ألاف ريال أو صيد آخر غزال أو أي شيء في صيد لاح لك في الأفق يمكنك أن تصطاد هذا الصيد الحمار الوحشي الهائل تبيعه بعشرة ألاف ريال توسع على نفسك يسوق الله لك حماراً وحشياً من الذي ساقه ولماذا ساقه؟ الله هو الذي ساقه أمامك ومكنك منه ولكن ليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب ليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب فالصيد جاءك ساقه الله لك لاختبارك هل ستنتهك حرمات الله؟ وتقول أصطاد هذا الحمار الوحشي وأبيعه بعشرة ألاف ريال أوسع على الأولاد وعلى الأقرباء وأدخل أم أنك ستلزم حدود الله؟ هذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمَ ممكن تمسكه بيادك ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم